احتجاجات شعبية عارمة في عدد من الدول الإسلامية تنديدا بالفيلم المسيئي إلى الإسلام ومتظاهرون غاضبون يقتحمون مبنى السفارة الأمريكية في صنعاء والرئيس اليمني يعتذر إلى أوباما هكذا جاء رد فعل مسلمي العالم على الفيلم الأمريكي براءة المسلمين المسيئي إلى الإسلام والرسول فبعدما أشعل هذا الفيلم مبنيي السفارتين الولايات المتحدة في مصر وليبيا وأدى إلى مقتل استفير الأمريكي في بنغازي تجددت الاحتجاجات الشعبية في شوارع القاهرة لسيما في محيط مبنى السفارة الأمريكية والنتيجة نيران وتراشق بالحجارة بين المتظاهرين والشرطة المصرية ما أدى إلى إصابة 15 متظاهرا واعتقال عدد منهم وفي وقت يرجح أن تبلغ الاحتجاجات في مصر ذروتها يوم الجمعة على خلفية دعوة جماعة الإخوان المسلمين إلى تظاهرات في ميدان التحرير في وسط القاهرة وفي باقي المدن المصرية دعت الداخلية المصرية المتظاهرين في محيط السفارة الأمريكية إلى التعبير عن مشاعرهم بصورة سلمية في حين عبر رئيس المصري محمد مرسي من بروكسال عن تأييده لحق الاستنكار السليم لكنه أكد رفضه أي هجمات تستهدف الناس أو استفارات نحن نقف بكل قوة ضد هذا بل نعادي من يفعل ذلك ولا نقبل أبدا ولا نرضى ولا نوافق بل نقف ضد كل من يحاول رفع مثل هذه الشعارات الزائفة أو إحداث هذه الإضطرابات أو الحزازيات أو الحساسيات أو الكراهية بين الشعوب هؤلاء غير مقبولين لا من الشعوب في منطقتنا في مصر وغيرها من بلاد العرب والمسلمين ولا من شعوبهم نفسها وأنا أؤكد على أن الشعب الأمريكي يرفض ذلك ودعوته لأن يعلن رفضه لهؤلاء وفي نفس الوقت مع رفضنا لهذه الممارسات السيئة التي تضر ولا تنفع في نفس الوقت نحن لا نقبل ولا نرضى ولا نوافق أبدا على أن يكون هناك عدوان على سفارات أو على قنصليات أو على أشخاص أو قتل لهؤلاء أو بأي شكل من الأشكال موجة الغضب والاستنكار لم تستثني اليمن فشهدت العاصمة صنعاء سلسلة تظاهرات أبرزها في محيط السفارة الأمريكية حيث اقتحم عدد من المتظاهرين مقر السفارة وأنزلوا العلم الأمريكي وأحرقوه ورفعوا علما أبيض كتب عليه لا إله إلا الله في وقت قامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم ما أدى إلى سقوط قتيل وعشرات الجرحة في المقابل دان الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي بشدة ما وصفه بالاعتداء الغاشم على السفارة الأمريكية مؤكدا أن وراءه جماعات غوغائية كما قدم اعتذاره إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأمر بتأليف لجنة لتحقيق في ملابسات الهجوم خلنا علقنا علم رسول الله فوق السفارة الأمريكية ولو كراروها مرة ثانية لندخلها مرة ثانية إلى أن لا يبقى سفير على الوطن العربي نهائيا ولا أمريكي وفي غزة تكرر المشهد فلسطينيون غاضبون تظاهروا أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة وأحرقوا العلم الأمريكي وصورا للقص الأمريكي تاري جونز الذي أثار ضجة لحرقه نسخا من المصحف الشريف موجة الاستنكار الشعبية طاولت أيضا مسلمي تونس والمغرب والسودان والأردن وإيران وباكستان والعراق حيث أكدوا جميعهم وكل على طريقته رفضهم المطلق المسى بمقدسات المسلمين والرسول الأعظم وللتوضيح فإن فيلم براءة المسلمين أخرجه وأنتجه في الولايات المتحدة سام باسيل وهو مخرج هاون إسرائيلي أمريكي من جنوب كاليفورنيا ويدير شركات عقارية ويعتبر من أشد المناهدين للدين الإسلامي